المسلمون في إنجلترا وويلز يصمون في رمضان هذا العام حوالي 18 ساعة وتصل ساعة الإمساك في سكوتلندا إلى نحو 20 ساعة وهو ما أثار جدلا حول جواز إفطار المسلمين حسب التوقيت بلد آخر المسلمون في سكوتلندا إلى نحو 20 ساعة غالبية المسلمين لا يرون سببا منطقيا للإفطار المبكر خصوصا وأن التقصى معتدل في بريطانيا بعكس معظم بلدان شرق الكرة الأرضية التي يشتد فيها الحر والله أنا سمعت عندي الحاجة بكذا فالمفروض الإنسان اللي عايش في أي دولة يفطر بنفس توقيت الدولة اللي عايش فيها يعني فيه ناس تقول لك إحنا عايشين في بريطانيا بس نبغى نفطر مع مكة نفتح تلفزيون ونفطر مع مكة ده كلام غلط طبعا لا يعقل أن يفطر الإنسان في بلد على أذان بلد آخر على كده الناس تصلي في الراديو على صلاة الحرم في صلوة رابح في البيت على صلاة الحرم أعتقد لا يجوز رغم طول ساعات الصيام فإن المسلمين في بريطانيا يحرصون على آداء الفريضة ويتحملون مشقة الإمساك عن تناول المفطرات وما قد ينتابهم من تعب وإرهاق طيلة أيام الشهر الفضيل مصطفى زارو العربية لندن